اللي من جيل الثمانينيات راح يعرفون كل الأشياء اللي باذكرها بهذا الفيديو أما جيل الألفية تعالوا بشرح لكم كيف كنا نستخدم التقنية من ذيك الأيام طبعا كل الأشياء اللي راح أذكرها بهذا الفيديو تعتبر نفسها لكن اختلفت واتطورت طريقة استخدامها بس راح أحاول بهذا الفيديو أني حتى أنقلكم كيف كان إحساسنا وشعورنا من وقتها أول شي عندي اللابتوب ترى وقتها اللابتوب فعلا بطيء بشكل ما تتصورونا لدرجة حتى في سواليفنا أول إذا طلع لابتوب جديد نقول هذا يأخذ كم وقت عشان يشتغل بالنسبة لك أنت يعني حتى جوالك اللابتوب جالس يشتغل فيه عدة ثواني وبسرعة يعني حتى أجهزة التابلت على الحين تفتح من مجرد أنك تضغط عليها أول لا تضغط واجلس انتظر يطلع لك اسم الشركة يصير يطلع لك يجمع أدوات النظام ويسوي مسح كامل للأجهزة عشان يشغلك النظام وين على بال ما توصل لسطح المكتب هنا معاناة وينطبق الموضوع حتى مع الكمبيوتر المكتبي أول ما تشغل الجهاز تبدأ تسمع أصوات عجيبة لكن أول لا الهارد ديسك ويسمعك طرب ولا الفلوبي ولا السي دي وغيرها من الأجهزة يعني كأنه الجهاز يصالف معك إنترنت وقتها ما تفكر فيه لأن الإنترنت ما تحصل عليه إلا لما تروح مقهى حق إنترنت تلاقي مجموعة أشخاص يجي في الساعة يحاسبون على عشر ريالات تدخل الإنترنت تتصفح تروح منتديات طبعا ما كان فيها ذاك الأشياء الكثيرة اللي ممكن أنت تدخل فيها بالإنترنت مثل تطبيقات وبرامج ومثل هذه الأمور يعني تخيل أنت تستخدم جهاز مستأجر وتسحب الأشياء اللي تحملها من الإنترنت فلاوبي ما كان عندنا طبعا ميموري كارد بالأجهزة هذه سابقا حتى منفذ اليو اس بي نادرا ما تلاقيه كان منفذ الماوس والكيبورد شكل غريب فعلا وعلشان يشتغل الكيبورد ولا الماوس عندك لازم تجيب لتعريف بداخل الكمبيوتر الكمبيوتر أول ما تفرمته وتحمل عليه الويندوز يجيك أبيض وسود لازم كل جهاز يجي معه سيديات التعريفات الخاصة فيه فلازم تحمل تعريف الألوان تعريف الصوت ولا ما رح يشتغل الصوت معك الشغلة الثانية كان في هذه الأجهزة فلوبي ديسك قرص المرن هذا حكاية حكاية يعني ما يشيل لك إلا ميجا فاصلة ثلاثمائة كيلو بايت بس يشيل لك صور يشيل لك تقريبا مستندات نصية ولو نقيسها على أيامنا الحالية الفلوبي ممكن يشيل لك ربع صورة من الصور اللي إحنا الحين نحملها الصور اللي موجودة عندنا الآن حجم اللي واحدة يمكن خمسة ميجا إذا كانت صورة نقية وتحطها بالفلوبي ويفلل خلاص تبدأ تسمع الأصوات الغريبة اللي تصدر منها فكنا متعودين فعلا أنه الكمبيوتر لما تشغله ممكن يعرفون كل اللي في البيت أنك الحين مشغل الكمبيوتر الحين جالس تستخدم الفلوبي ديسك بعد الفلوبي ديسك طلع عندنا السي دي اختراع السي دي كان شي جدا رائع يعني انتعشت فيه أسواق كان فيه برامج تشتري سي ديات تلقى فيه الويندوز وكان حجم السي ديات تقريبا يوصل إلى 700 ميجا تخيلوا أقل من 1 قيجا لكن فعلا كان يشيل برامج كنا نحط فيه الفوتوشوب وغيرها وبعدين عاد لما تطورنا صار الواحد يقدر يسوي حرق للسي دي يعني انك تقدر تحط بيانات بداخل السي دي وتعطيه واحد من أصدقائك مثلا يعني مع بداية الانترنت كان صعب انك تنزل برامج صعب فعلا وهذا الشي اللي بنتقل له اللي هو بعد ما وصلت المودمات ووصل شي اسمه دايل أب هذا طريقتك التالي قبل ما تخترع الجوالات كان في كل بيت تليفون والتليفون هذا كان بسلك أرضي يعني ما تقدر تطلع بر البيت وتكلم انت لازم طول الوقت تكلم عن طريق السلك حتى السماعة بسلك فكنا نسحب السلك حق التليفون ونركبه في الكمبيوتر من الخلف المودم هذا حتى فضيحة يعلم كل الحارة كلهم يعرفون انك انت الحين جالس تشبك على الانترنت لأنه جالس يطلع لك هذه الأصوات بمجرد انك تضغط connect او اتصال بعد ما يسوي اتصال يعطيك سرعة خرافية وقتها اللي هي خمسين كيلو في الثانية اذا عندك السرعة مثلا في البيت ميتين ميجا بيت بالثانية فما بالك بخمسين كيلو بيت بالثانية كانوا حتى مواقع الانترنت واذكر لما كنا نصمم بعض المواقع كنا نحط الصور اللي موجودة فيه على الصفحة الهيدر والفتر نقلل حتى جودتها عشان يقدر الزائر لما يتصفح الموقع يلاقيه خفيف يقدر يحمل الصور تطلع للصفحة بسرعة وعشان ما تكون ثقيلة فتخيلوا قد ايش هذه الاشياء كانت تؤثر حتى على تجربة المستخدم فما بالكم لو انت بيتحمل برنامج كان فيه برنامج اسمه download manager كان يفصل عليهم الانترنت فمهمته انه يكملك التحميل الي ما تحمل الملف كامل وكان اختراع جدا رائع بصراحة وصدق وقتها كنا نعاني يعني عشان تحمل ملف من الانترنت تقعد ممكن انت بالساعات عشان بس تحمل خمسة ميجابايت بس برجع على التليفون الارضي خطوة وحدة كان وقتها اخترعوا التليفون اللاسلكي الله هنا يعني هو نفسه الارضي لكن صار ويرلس وفي محيط البيت كأنك حاط سماعة بلوتوث بس مو بنقاوة سماعات البلوتوث اللي ايامنا حاليا لا وقتها تسمع تشويش وانت تكلم بالتليفون وكان كل ما تبعد شوي يعني لو توصل عند باب الشارع خلاص اشرطة الكست هذه وقتها شي خيالي كان في عندنا مشغل الكست وكان بعدة احجام يجي معاه بسماعات ويجي محمول ببطاريات طبعا ما كنا نعرف بطارية مدمجة ابدا كل اللي كنا نعرفها البطاريات اللي هي دابل اي تستخدمها مرة واحدة وبعد ما تنفذ كل الطاقة اللي فيها تروح تتخلص منها وتشتري وحدة جديدة فكان وظيفته شغلتين الاولى انه يشغلك محتوى هذا الكست ووظيفته الثانية انه ممكن يسجل الصوت فتعال شوف الابداعات وقتها كانوا فيه كثير من الشباب اللي يطلعون يسجلون مقاطع بالاصوات بعضهم اشتهر انه يسجل نكت بعضهم اشتهر انه يسجل اغاني شعبية امور كثيرة فكان وقتها جدا رائح حتى الصحفيين وقتها خصوصا لما طلع الووكمان الجهاز الصغير المحمول كان مشتهر ايضا بالتسجيل وكان ياخذونه محهم الصحفيين يسجلون طلعا لنا جيل الترند حقهم كان انك تلبس سماعات الووكمان وتحط المسجل كذا ولازم يكون بارز يعني برا البنطلون عشان توري انك واحد كول وانك ما شاء الله شاري هذا الجهاز توقع وقتها كان يمكن سعره بالثلاثمائة ريال ونفس الشي هذا والكلام نفسه ينطبق على اشرطة الفيديو الفيديو كانت نفس الحكاية لكن طبعا كانت دقتها ممكن نقول سبعمائة وعشرين بي كنا وش نسوي مشي حالك يعني تفرج على الافلام الموجودة بدليل انه حتى نفس الافلام وقتها ما كانت صافية ونقية جدا خصوصا مثل فيلم ترمينيتر حتى بعدين لما بدت تطور تطلع افلام الاتش دي وطلعت في السي دي كنا نقول الله انت بتشوف شي خرافي شي كأن الممثلين جالسين معاك كنا نشغلها فقط عن طريق مشغل الفيديو هل هذا الجهاز يسجل لا للأسف كان في بعض الاجهزة او بعض الاسترات يكون سعره غالي بصراحة لكنه يسجل من قنوات التلفزيون وكان في شي ثاني ايضا ممكن تصور فيه عن طريق كاميرات الفيديو لكن للأسف كانت كاميرات الفيديو فعلا كأنك صحفي كأنك صحفي جالس تركض انت والمراسل تخيلوا هذا الموقف ممكن تحضر زواج اول وتلقى واحد ماسك كاميرا كبير وكذا عشان يوثق الزواج ولا طالعين كشته انت واهلك وكذا وقعدين تصورون طيب والصور وشلون كنا نصور طبعا كاميرات التصوير اول نشتريها فيلم يسمونها فيلم وكانت كوداك يعني مكسرة الدنيا بالافلام حقتها طريقتها كالتاليك انك تفتح الكاميرا وبعد ما تفتحها تحط فيها الفيلم وتسحب منها الشريط الين تخليه للجهة الثانية تسكر الغطى لان لو توصل لنقطة الضو راح يخرب كل شريط او البوم الصور اللي انت التقتها بعد ما تسحب كل الشريط خلاص تبدأ تفتح الغطى وتاخد الفيلم وتروح لمحل التصوير وتعطيه فيقول لك تعال بكرة صور ديجيتال ما كنا نعرف كانوا يطبعونها لنا موجودة الآن يعني حتى انا شوف بعض الكاميرات لكن تخيل انه ما يكون هذا بريستيج او ترند انك شاريها عشان تنبسط كان هذا اسلوب حياة تخيل انه هو اسلوب حياة ما عندك خيار ثاني نجي الحين للتلفزيون التلفزيون بصراحة كان حجمة ممكن لازم اقل شي شي لشخصين اغلب اللي كانت في كل البيوت اغلبها كانت عبارة عن تقريبا 20 الى 30 بوصة وياخذ مساحة كبيرة يعني ما في شي اسمه سلم ما في شي تعلق على الجدران لازم يكون على طاولة تتحمل وطاولة عميقة التلفزيونات اللي كانت في الثمانينيات بالضبب ما كان فيها ريموت ثنتين تفرهم شكلين تفرهم يغير لك القناة يعدلك الموجة لانه التلفزيونات اول ما كانت رقمية نهائيا كنت لازم تعتمد على الانتل او الاريال علشان تلتقط الموجات الهوائية واللي يبثها التلفزيون في المدينة اللي مجانة دش او الساتيلايت طبعا الساتيلايت كان حجمه كبير ياخذ حجم في سطح البيت علشان بس يجيب لك قمر عربسات او نايلسات بعدين طلعت قنوات الارت كان القمر حقهم يتغير من النهار الى الليل موقعة تخيلوا يوالله انه يتغير موقعة فكان لازم تشتري مع الراس تشبكها في الكهرب الجهاز فيقطين كده ينزل تحت خلاص بعدين تفصل الكهرب فيبدأ يطلع لك القنوات نفسها جد والله يا حياة الشقة الحين انت عندك نيتفليكس او اس ان بلوس عندك ديزني بلوس وتقدر تشوف الفيلم الى نصة وتقول خلاص انا بكمل بكرة تتفرج مسلسلات وقتها لا ما عندك انت عندك جدول كان يجي مسلسل مثلا ساعة ثمانة في الليل تعال تشوفها ولا خلاص راحت عليك الحلقة ستشاهدون يقول لك المذيء ستشاهدون معنى برامج اليوم ويبدأ يسرد لك كل شيء حتى القنوات ترى على فكرة تقفل يعني ما في شيء اسمه 24 ساعة ما في شيء اسمه برامج اعادة يعني وقتها خلاص قفلت القناة نم رح نم لانك الصبح مع موعد مع افلام الكرتون العاب الفيديو الفيديو جيمز اقوى ساعة اقوى ساعة كان فيها الى حاسبة كان في عندنا البيجر سابقا ما كان فيه جوالات جزء من النص مفقود ليش؟ لانه الجوال توا يقول اصبر علي انا يا الله جبت الرسالة الاولى عاطني وقت اريح وبجيبلك من البرج ترجمة نانسي قنقر